ينهمك عباس في العمل لإكمال هذا الزورق لزبون من النجف فهو في المراحل الأولية لصناعة الزورق في ورشته الذي ورثها عن أبيه في قضاءة شبايش تغيرات كبيرة طرأت على صناعته رغم ذلك ظل شكله محافظا على طرزه السومرية فهيكل الزورق الذي كان عماده الخشب والقار بات يقتصر على مقدمته وجزئه الخلفي وظل صانعوه يعتمدون مادة الفايبرغلاس مادة رئيسة لصناعة بدن الزورق مع حرصهم على أشكاله التي تحاكي استخداماته المتنوعة في بيئة الأهوار مثل هسة هسة يسمون بلم الأصغر منه يسمون غلص ذاكبه ميليان يصير عنجين ماطور أو مشحف قبل يسمونه لديك الهوري مال الصيد وبالنفر واحد يسمونه هوري أي كلمة والشبير 22 مثلا يسمونه عشاري هذا السومر قبل لعنج ماله هذا يسمونه عشاري اضطراب بيئة الأهوار وتعرضها لموجات جفاف عديدة خفضت الطلب على الزوارق ذات الأحجام الكبيرة وربما تغييب الأحجام المتوسطة أيضا إذا ما استمر تدني مستوى المياه إذا ما كوا ماء الصيود لا يقدر يشتغلوا والنجار لا يقدر يشتغلوا حتى والمحل بيتشبايش ما يقدر يشتغلوا حركة ماكوا ما ينقل هسنا شغلنا قليل كل شغل ما نقدر لأن ماء ماكوا بعد البلا من تريد تسويون تشتغلوا مثلا بالشارع غير بالماء الماء ينقل كل شغل وتعد مناطق الأهوار في جنوب ذيقار وشمال البصرة أهم مراكز صناعة القوارب في العراق آلاف السنين مرت لم تتخلى الأهوار وسكانها عن هذا الزورق الذي طرأت عليه بعض التغيرات لكنه ما زال يحتفظ بشكله العام الذي صممه سومريون سكان الأهوار القدمة من أهوار تشبايش بمحافظة ذيقار أحمد السعيدي يو تي بي اشتركوا في القناة